طب ياريتنا عرفها إيه هي الأسباب؟ هل الموضوع مرتبط فقط بسلوكيات السائقين ولا في أسباب أخرى؟ بالضبط كده أولا هي بتشكل الحوادث لو قلنا إنها 100% سبب الحادثة هنقول إن فيه 70% سلوك بشري وده المفاجأة بقى وفيه 30% عوامل أخرى اللي هي منها 15% على الطريق وحوالي 20% على قطع الغيار طب نبدأ بالأرقام الصغيرة الـ 15% على الطريق طبعا حصل تحسن كبير جدا فيهم لأن أكبر حادثة بتحصل هي اللي بيحصل فيها تشارك بين النقل والسيارات الملكية فدي بتمثل حوالي 40% من الحوادث اللي بتحصل على أي شبكة طرق في العالم كله فبالتالي مصر عملت إيه؟ خفضت أولا من تحسين شبكة الطرق تحسين الأمان تحسين الرؤية تحسين ما يسمى بالنقاط السوداء النقاط السوداء دي هي النقطة اللي بتقرر فيها الحوادث كل شوية لو تأخذ بالك ما تلاقيش النهاردة فيه قولك المنطقة دي بيحصل فيها حدثة المنطقة دي خدوا بالك زمان كنا نعد لقول الدائري الدائري وأماكن الأخرى النهاردة ما فيش بلاك سبوت ما فيش نقاط سوداء النهاردة إحنا بنتكلم على حوادث متفرقة على شبكة الطرق كلها وده أول مؤشر المؤشر التاني اللي هو فصل النقل عن الملاكي وده نقطة مهمة جدا لأنهما النهاردة عملوا شبكات من الطرق اللي فيها حاجة بيسمى بالطريق الداعم طريق الداعم ده اللي هو الطريق الموازي للطريق الرئيسي واللي بيبقى مخصص للسيارات النقل سموه مرة طريق الشاحنات سموه مرة طريق الخدمة سموه مرة طريق الداعم ولكن في النهاية بتبقى العربيات النقل مفصولة زي السخنة الصحراوي المصر السكندرية بنتكلم على السويس الإسماعيلية 30 يونيو إلى خلخ خلاص فكل شبكة الطرق النيو فيرجن أو النسخة الجديدة بتفصل الاثنين على بعض فده الواحده كده بيخفض 40% من الحوادس بنتكلم على برضو تحسين في الستراكشر أو المكون الإنشائي للطريق نفسه بحيث أنه ما بقاش بيحصل فيه مشاكل جمع زي اللي كانت بتحصل قبل كده سيانة مستمرة ومتابعة دورية لأعمال السيانة للحفاظ على المكتسب بتاع شبكة الطرق أخذ بالك أنت لو ما عملت السيانة بعد شوية ستستلم الطريق كله كل الطرق كلها مقصرة وتروح الشبكة القومية للطرق طبعا فلازم أنت تهتم بإسيانة الطرق الجسيمة والدورية والدائمة علشان هذا الأمر ده بالنسبة لشبكة الطرق كمان أعتقد مهمة الإنارة اللي في الشوارع فصل المستويات اللي حصل نتكلم على مثلا كمان التقاطع بين الطرق والسقة الحديد كان عندنا حوالي عمله يعني بالنسبة إنجاز تقترب من 70% ألف كبري فوق المزلقنات بحيث يبقى يعني بيحط الكبري في مستوى والأطر في مستوى عشان ما تحصلش حوادث التصادم اللي كانت بتحصل في هذا الأمر والشيء بالشيء يسكر السكة الحديد كانت سنة 2021 ألف و18 حدثة 20-24-181 حدثة يعني تصور أن تقريبا السكة الحديد انخفضت بالرغم من إحنا بنسمع عن حوادث لكن انخفضت الحوادث فيها إلى ما يقرب من 20% من قوة الحوادث الأرقام دي إحصائيات موجودة في التعبئة والإحصاء والحاجات دي ممكن لحضرتك أي حد يرجع لها ده بالنسبة للطرق بالنسبة للقطع الغيار خطيرة جدا القطع الغيار عندنا حاجتين مهمين جدا الحاجة الأساسية اللي بتأثر الكويتش الكويتش العربيات لأن الكويتش العربيات عندها انفجار وبيؤدي إلى انقلاب السيارة وانقلاب السيارة طبعا بيتبعوا أن مجموعة سيارات أخرى بتصطدم بيها ودي أخطر نوع من نوع الحادثة ولذلك أنا بقى وهيب بالمواطنين ضرورة أنه هم ياخدوا بالهم من كويتشات العربيات تتغير كل 60 ألف كيلو أو كل 3 سنين عشان الكويتش بعد 3 سنين بيحصل له أنه بيبقى بريتل كده بيبقى ناشف وبيتشققات وبيؤدي هذا الأمر لحوادث خطيرة ولازم يكون معك ستبنه وحاجات كتير قوي